لا يوجد موضوع بيهتم به العالم الآن إلا قناة السويس وهذا الحادث الذي جرى بالأمس بيتحدث عن شحوط إحدى المراكب العملاقة التي تعبر قناة السويس وأصبح الحديث في كافة وسائل إعلام الدولية والإقليمية وأيضا المحلية حتى ارتفع الاهتمام بهذا الموضوع إلى أن قناة السويس أصبحت ترند علامي رقم 2 وعندما ننظر إلى هذا الأمر بكافة تفاصيله وكافة ما يتعلق به من تفاصيل فنية وغيرها فإننا يجب ألا نستبق الأحداث وإنما أصبح لدينا يقين قاطع بأهمية قناة السويس للملاحة العالمية بالتأكيد الجميع بيعلم ما لقناة السويس من أهمية ما لقناة السويس من ضرورة ملحة لحركة التجارة بين الشرق والغرب كل هذا معلوم ومعروف لكن ربما خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك نوع من التشكيك في أهمية قناة السويس نوع أيضا من محاولات إبراز بعض المشروعات على أنها منافسة لقناة السويس ما جرى خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بيؤكد جزماً بيؤكد قطعاً أن قناة السويس بلا منافس ربما درت النافعة حقيقة الأمر رغم ما يكتنف الحادث من تفاصيل مقلقة ومزعجة وإلآن هناك خلية عمل وخلية أزمة برئاسة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والذين معه إلا أنه يجب أن نرتقي ونصعد فوق تفاصيل المشهد برمته ونبتعد عن التأويل والتأليف ونصل إلى النقطة الأهم في هذا الأمر وضعت يدي على هذه النقطة منذ قليل بعد قراءة الملف وقراءة كافة التفاصيل واهتمامات كافة دول العالم ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية حتى صعب ترند اتنين عالمياً لأن العالم الآن بيترقب حرية والملاحة وسلامة الملاحة في قناة السويس ما جرى حادث عارض هذا الحادث بيحدث وحدث من قبل في كل الممرات الملاحية العالمية ومنها قناة بنما القناة التي ربما لها نفس شهرة قناة السويس قناة السويس على مدار سنوات وسنوات تقوم بعملية التطهير وعملية التعميق وعملية التوسعة حتى استطاعت مصر خلال السنوات الماضية من ازدواج قناة السويس وحفر قناة جديدة لحرية وسرعة تلبية الطلب على المرور في قناة السويس إذن حتى لا تتوه من بيت القصيد قناة السويس هي أهم مجرى ملاحي على مستوى العالم سهولة ويسر العبور في هذه القناة جعل منها أهم نقطة للتلاقي بين تجارة الشرق وتجارة الغرب هذه مقدمة واجبة ولازمة من جماع التفاصيل كل التفاصيل بتقودنا إلى مسلمة واحدة وهي أن قناة السويس هي المجرى الأهم عالمياً بدونه تتوقف حركة التجارة وبدونه تشل حركة التجارة ورغم ذلك مصر لم تتدخر جهداً مصر لم تقصر في تقديم كل ما هو جديد لتلبية حركة التجارة والطلب على المرور والعبور في قناة السويس خليني بس أقول لحضراتكم القصة باختصار لأنه ربما يكون فيه ناس عارفين الموضوع بشكل يعني سطحي أو مقاروش الموضوع أنا قفست على التفاصيل وقلت لكم أنا النهاردة تأكد ويزداد يقيني أنه قناة السويس بلا منازع وبلا منافس لأنه عارض قد حدث بيحدث فيه كل المجاري المائية في العالم كل القنوات كل الممرات بيحدث عندما حدث في قناة السويس صار العالم مترقباً ويسير على أطراف إصابعه ليه؟ لأنه ما فيش بديل بيناظر قناة السويس القصة باختصار مبارح ساعة سبعة الصبح يمكن فيه عارفين حضراتكم قافلة الشمال وقافلة الجنوب قافلة الجنوب اللي بتيجي من الصين ومن الهند ومن الجالف من الخليج تطلع بتخش على السويس ومن السويس على قناة السويس المجرى الملاحي حتى بورسعيد وتطلع من بورسعيد على أوروبا والأوروبا الغربية وقافلة الجنوب اللي بتتحرك من الشمال يعني تيجي من أوروبا إلى بورسعيد ومبورسعيد إلى السويس ثم تنطلق في البحر الأحمر ومن ثم إلى وجهتها النائية في الخليج أو الصين أو الهند أو إلى هذه المنطقة